فاطمة تسأل تقول يعني عندهم في فرنسا يعني هي تعرف أن الربع حرام تقول لكن الناس يقول للضرورة أحكام فيشترون البيوت عن طريق الربع تقول ما الحكم؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة للربع حرمه الله عز وجل وردت فيه خمسة أحكام في القرآن نسأل الله العافية والسلام هو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام وقضية الضرورة لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم ليس كل واحد يقول والله ضرورة من السهل الآن بعض الناس أنا أنا شوف بعض الناس في أمور كمالية يقولون ضرورة هي منها كماليات للأسف الشديد وبعضهم يأخذ زكاة يقولوا والله ضرورة وهي ضرورة هذه كمالية ما هي بضرورة الضرورة أختي الفاضلة اللي ذكرها العلماء هي أن يكون الإنسان في وضع وفي حالة وفي هيئة إذا لم يأخذ الحرام ولم يأكل الحرام لم يموت أو يتلف أو يكون على مشارف الموت أسألك بالله الآن اللي ما عنده بيت بيموت يقدر يستأجر يقدر يستأجر ما يشتري من الربع ما يشتري من الربع اللي ما يكمل دراسته بيموت يعني بعض الناس يأخذ ربع عشان يكمل دراسته بيموت ما يموت يصل على مشارف الموت فالناس عليهم أن يتقوا الله عز وجل ولا يستطيع الناس أن يخدعون الناس لكن ما يستطيعون خدع رب الناس إله الناس الله عز وجل ما يخدع الله عز وجل يعلم بما في صدور العباد ولذلك على كل إنسان أن يراقب الله عز وجل ألم تعلم بأن الله يرى الذي يعلم السر وأخفى جل وعلا ولذلك أنت ممكن تخدع لي ممكن تخدع المفتي الشيخ كذا لكن الله ما تصدر ممكن تقول أنا والله مضطر والواقع خلاف ذلك الواقع خلاف ذلك ولذلك اخت الفاضلة إذا ضبطنا مسألة الضرورة عرفنا متى الإنسان يتناول المؤمن